قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله لكن ماذا عن حال المعلم في ليبيا المحروم من أبسط حقوقه كالتأمين الصحي وغيرها من الحقوق التي يطالب بها المعلمون في مدينة سرمان الذين نظموا وقفة احتجاجية مطالبين فيها بالحقوق المالية والاجتماعية والأدبية للمعلمين وتفعيل قانون رقم 4 لسنة 2018 بالإضافة إلى فصل التعليم العالي عن التعليم العام كما طالبوا من خلال بيانهم بإقالة وزير التعليم وأننا في هذا اليوم الأحد الموافق 20 عشرة 2019 نعلن عن استمرارنا في الإضراب العام حتى تحقيق المطالب وهي رقم 1 إقالة الوزير رقم 2 العدالة الاجتماعية أسوة بالقطاعات الأخرى رقم 3 تطبيق القانون رقم 4 لـ 2018 الصادر عن البرمان رقم 4 التأمين الصحي للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم رقم 5 إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط التعليم ونحن نحمل المسئولية تخير بداية العام الدراسي 2019-2020 عن ابناءنا الطلبة لكل من المجلس النواب المجلس الرئاسي المجلس الأعلى للدولة شارك في هذه الوقفة مدير المدارس وعدد من المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التعليم واتفقوا خلال هذه الوقفة على الاستمرار في إضرابهم العام وإيقاف الدراسة وعدم العودة لفصول الدراسة حتى تتحقق مطالبهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة